بس كده هلوح لكم بقى لو حسن زادا عشان واش يلي مفاجئة اهنا بس مش فهمها زبا اكتبقى كده حق مفاجئة الزمالك من حقه يتعاقد مع لعبين جدد وعلامات تعجب كتلاوي الحكاية طيب طبعا احنا كلنا عارفين ان الزمالك موقوف او محظور بالضبط معانا مستند هننزل بي دلوقتي انه طبقا للوائح الانتقالات وتعاملات اللاعبين من حق النادي المحظور انه هو يتعاقد مع لعبين بس ما يسجلش نزولوا يا جماعة بالكلام بيقولوا علي حسن زادا مهم جد انه دلوقتي مثلا الزمالك موقوف من القيد يتعاقد ممكن يتفاوض مع اي لعب ويتعاقد معه ويوقع عقود بس مش هيسجلها في التحاد الكرة لغاية لما يترفع القيد بس دا السؤالي بقى يترفع الحظ بشرط انه اللاعب يكون عارف انه النادي موقوف من تسجيل العقود او موقوف من القيد يعني ما ينفعش اتعاقد مع لعب وبعد ما اتعاقد معه اللاعب يفاجأ انه النادي موقوف من القيد وقتها بيقدم شكوه وبيفسق العقود لكن انا مثلا بتعاقد مع اللاعب بقوله انا موقوف الفترة في الصيف في اليناير هتكون معايا فبيتضرب عادي مع من بقى اللاعب اللي هيروح يوقع مع نادي عنده ايقاف قيد وانا مش ضامن يعني اذا كده مستوى لي بيروح يعني طبعا هو يعني لما يتعاقد مع نادي الزمالك يبقى ساعده هنتعاقد مع نادي كبير مفيش خلاف على ده بس نفس الوقت انا موقوف هتعاقد مع الزمالك ويقولي هندفع الغرامة وهترفع القيد ولا نفس قاعد احنا بمتكلم على الفداء على نقطة انه من دلوقتي ان الزمالك من حقه ممكن يتفاوض مع اي لعب عشان بس موضوع ويوقع مع لعيبة وبمجرد ما يتحل انه لا احيانيا قانونيا مفيش ما يمنع انه زمالك في فاوض ويتعاقد الجزئية دي بس هتدخلنا على الجزئية التانية بتاعت احمد ايمن منصور واحمد عيد لانه الاتنين وقعوا عقود جديدة مع الزمالك رغم انه الزمالك موقوف من القيد انتظارا لحل المشكلة والمشكلة دلوقتي قائمة ما بين الاطراف التلاتة الزمالك والمصري واللعيبة والاتحاد الكورة مبدئيا طالما الاطراف كلها اطراف مصريين اللعيبة والاتنين الاندية مش من حق النادي المصري او اي طرف انه يلجأ للفيفا لو راح للفيفا هيقوله ده شأن داخلي اتحاد الكورة هو اللي يحل ده من خلال لجنة وبالتالي المصري ليس من حقه زي ما قال في بيانهم بارح نلجأ للفيفا بالضبط النادي المصري كمان عليه خطر في الموضوع ده لو اثبت انه هو تعاقد مع اللعيبة او حرد اللعيبة على فسخ التعاقد مع الزمالك او توقيع في نفس الوقت بعد ما وقع لنادي الزمالك انا نادي المصري دخلت على السيستم لقيت اللعيبة دي فري فتعايت معهم فانا عملت ايه انا غلط بس الخطاب ده بيدمر كل الكلام ده الخطاب ده بيثبت صحة موقف الزمالك وصحة موقف الاتحاد المصري للكورة القدم لانه زي ما حسام شرحه وبيقول ان النادي من حقه يمضي طالما انت عارف انا كمصري ما عرفش لا المصري ليه ثلاث حاجات يعملهم علشان يأمن بهم نفسه الحاجة الاولانية انه هو ياخد اقرار من اللعيبة انه احنا فري مش متعاقدين مع حد الحاجة التانية انه يكون بعت لنادي الزمالك يستفسر منه عن اللعيبة دي معك ولا لا يبعت لنادي امبي اخر نادي كان معاه احمد عيد اللعب ده معك ولا لا يبعت لنادي اخر نادي كان معاه احمد ايما منصور اللعب ده معك ولا لا اخر نقم ثلاثة في الموضوع انه يبعت لاتحاد الكرة مباشرة يسأله هل اللعيبة دي مرتبطة بنادي تاني ولا لا لو المصري عملت ثلاث خطوات دول يبقى هو في الامان ما عملش الثلاث خطوات دول يبقى النادي المصري بناء على المستند اللي احنا لسه كنا نشرين دلوقتي هيكون لو الموضوع يعني خدمة جراء هيكون معرض للإيقاف فترتين قيد واللعيبة معرضين للإيقاف اربع شهور بدليل احمد اشرف حسام اشرف اللي كان مع نادي الزمالك وتسبب في إيقاف قيده رغم انه وقع لفريق في الكاميرون وبعدين وقع للزمالك ورغم انه الفريق ده ما سجلهوش اصلا في اتحاد الكورة لكن بمجرد ما النادي عارف ان اللاعب وقع لنادي الزمالك قدم المستندات وبالتالي زمالك اوقف واللاعب كمان اوقف ايضا محمد كينو نفس القصة في السعودية وقع لنادي كان موقع للنصر وبعدين النادي الهلال وقع معه وبالفعل اللاعب اوقب بالإيقاف اربع شهور ونادي الهلال السعودي اوقب بالإيقاف فترتين قيد متتاليتين فجأة عظيمة